مصدر من داخل نادي الزمالك بيرد على ما تردد حول تعثر تسوية مستحقات خالد بو الطيب اللي هي متأخرة من 4-5 سنين تقريبا بعد ما أعلن النادي في وقت سابق عن التوصل خلاص لتسوية مع اللاعب بدفع المستحقات المستحقات هكون على دفعتين المصدر بيوضح أن ما تردد حول تعثر التسوية غير صحيح على الإطلاق كل ما تردد هو من قبل الشائعات الهدف طبعا بتاحها أن هي هدم استقرار النادي أموال الدفعة الأولى تحولت بالفعل لخالد بو الطيب اللاعب استلمها بشكل طبيعي فيش مشاكل الدفعة الثانية من المستحقات حيستلمها قريبا وفق لما تم الاتفاق عليه المصدر بيأكد أن نادي الزمالك حيشارك في الكون فدرالية بشكل طبيعي تماما بعد ما حصل على الرخصة الأفريقية خبر مهم طبعا من الأخبار نادي الزمالك بعد ما حصل على الرخص الأفريقية